في تصريحات كانت من الريكراك احنا نجيب لحضراتكم اهم وابرز التصريحات كانت عقب المباراة بالامس وقال تحديدا كده لدينا لعبين على اعلى مستوى يمتلكون روح وثقة في انفسهم وقت لهم منذ البداية اننا لم نأتي الى هنا لنلعب ثلاث مباريات فقط واضاف كمان لدينا عائلة وتأهلنا الى الدور المقبل وهذا هو المهم الشعب باكمله كان مجتمعا وكانوا معنا وكمان اضاف اهم شيء حاليا اننا نجحنا في اسعاد الجماهير المغربية في كل مكان ونعلم ان جميع العرب في سعادة الان انت فعلا تصريحك مزبوط وليد الريكراكي تصريحك مزبوط انت لم تسعد فقط المغربة اسعدت العرب كلهم حقيقي